تشهد النسخة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة للكتاب إقبالاً جماهيرياً كبيراً فرغم ارتفاع أسعار الورق بنسبة 45% تخطى عدد الزوار الاثني مليون سائر نصنع المعرفة نصون الكلمة شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخة الخامسة والخمسين التي شهدت زيادة في أعداد دور النشر المشاركة إلى ألف ومائتي ناشر من سبعين دولة حول العالم معرض يراد له وفق القائمين عليه أن يكون بوابة عالمية لقطاع النشر والتوزيع وأن يعزز حضور الكتاب أكثر وأكثر أمام التقنيات والوسائط الجديدة بنسأل دايماً على الكتاب الإلكتروني أو الكتاب الرقمي بيؤثر كثير على كتاب الورقي فنحن دايماً بنقول لا ما بيأصرش الدليل على ذلك هو النسخة 55 لمعرض القاهرة وكتاب الورقي ما زال رقم واحد وسط حضور كثيف تنوعت مصادر الكتب التي يقتنيها الزوار ما بين الإصدارات العربية والإصدارات الأجنبية المترجمة إلا أن أزمة الاقتصادية ألقت بظلالها أيضاً على أسعار الكتب هذا العام رغم ارتفاع الأسعار والطباعة والورق وكذا إلا أن الإقبال ما زال ممتاز يعني ما شاء الله فيه إقبال من الجمهور المصري والعربي والغير العربي على المعرض الساعة هو ما فيه زيادة كتاب الأجنب سعره سابت من 10-15 سنة ولكن ارتفاع سعر الدولار هو الأسرع الكتاب الجناح الفلسطيني كان له حضور لافت هذا العام وشهد إقبالاً واسعاً حيث استعرض جمهور الكراء والمهتمين من خلاله أبرز الإسهامات الثقافية والأدبية الفلسطينية منه حرسون على المشاركة في المعرض لنقل كل آلام الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في الضفة الغربية وقطاع غززة والقدس ولنعلي أصواتهم ونوصلها إلى جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب تحل مملكة النرويجي كضيف شرف لهذا العام كما يسخر المعرض ببرنامج ثقافي يضم لقاءات أدبية وفكرية وأمسيات شعرية تأتي بمناقشات موضوعية حول عدد من القضايا المختلفة قضايا ملحة وإشكاليات فكرية وإنسانية متجددة في العالم العربي هي عنوين كبيرة في معرض الكتاب القاهرة والذي يكشف في الوقت نفسه عن كل جديد في مجال الأدب والعلوم وخلق فضاء أرحب للقراءة وعشاقها تحت صقف واحد محمد خالد المشهد القاهرة ترجمة نانسي قنقر